اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والذي كان له حرفة وصنعة في إدارة أعمال المجلس بدورته السابقة كما اتقدم بالشكر الجزيل لمعالي السيد لمرابط ورد بناهي وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة وتكرمه بتسليم رئاسة الجلسة الشكر موصول لأخ العزيز والقريب معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لما تعرفون عنه وما نلمسه منه من حرص وتفان لإنجاح الأعمال وللأمناء المساعدين ولفريق العمل في أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لما يبذل منهم من جهد الأعمال بحرفة ودقة وتنظيم وهذا الاجتماع ونتائجه ووثائقه إحكام منهم وبراعة أجدد الترحيب بأخي معالي السيد محمد سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس الوفد السوري وأعضائه الكرام بالعودة الحميدة وتذكيراً بالدور القومي للجمهورية الإسلامية ودورها العروبي في تأسيس جامعة الدول العربية ومؤسستها وهيئاتها أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة الحاضرون جميعاً يأتي اجتماعنا هذا في ظروف تشبه سابقتها إلا أن حلقاتها تزداد تعقيداً ما تكاد البلدان تشفى من تحدياتها الداخلية لتأتي المتغيرات الدولية من وباء وحروب قريبة من مصاطر الغذاء وصراع يأتي على الاستقرار الاقتصادي لدولنا التي تعاني صعوبات جمة مع ارتفاع أسعار الغذاء والدواء لنكتسم مع العالم آثار التغييرات المناخية والتي تجرى في أي جهد تقوم به حكوماتنا فيستوطن الجفاف ويغمر الخراب العمران إنما تشهد عديد البلدان العربي وخاصة جمهورية السودان الشقيقة مدعاة إلى تكثيف الجهود لإحلال سلام ينعم به الشعب السوداني وإنقاذه والمنطقة من موجات النزوح والهجرات والمجاعات ولا يخفى حال اليمن أصحاب المعالي عما تمارس الموليشية الإنقلابية من تجويع للأمة اليمنية من خلال ضرب منصات تصدير النفط لتحرم البلاد من عوائد كانت تسهم في استقرار العملة وشراء الغذاء والدواء إن انتظام اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي صورة تعكس التزام الدول العضاء لتحقيق الغرض الذي أنشئ لأجله بموجب أحكام المادة الثامنة من معاهدة اتفاع العربية المشترك لمجابهة كل التحديات ووضع الحلول الممكنة لها والوصول إلى التكامل الاقتصادي وتحقيق مهامه بالإشراف على كافة المجالات الاقتصاطية والاجتماعية في العمل العربي المشترك ورسم للسياسة العامة وما يرافقها من رسم الاستراتيجيات المشتركة أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم بسيط بين أيديكم جدول الأعمال المعروض على المجلس الموقر لتصطف مواده بعد جهد اللجان الفرعية والمجلسان الاقتصادي والاجتماعي وكبار المسؤولين على مدى أربعة أيام ليخرج لنا بصورة نقية ومقننة معضية مساحة معقولة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي حتى يتم اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس مع مناقشة البند الثالث بشأن الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في العاصمة نواكشوت في نوفمبر القادم من العام الجاري لننتقل إلى منطقة التجارة الحرية العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمهوري العربي والأمن الغذائي والاستثمار في التعليم ليكون بينها موضوعة هامة وما يستجد من عمال ختاماً نأمل متيقنين بنجاح هذه الدورة لنحقق كل التطلعات وتقديراً للجهد الفني العاملة والتي أنجزت هذه الأعمال بصورة ميسرة للخروج برؤية عز العمل العربي المشترك فقرارتنا المعروضة على المجلس اليوم هي جزء من تلك القرارات التي تصدر في رحاب جامعة الدول العربية والتي تعتبر طوق للنجاح وفرصة سانحة لنا لتدليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل العربي المشترك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة